اشتركوا في القناة قلنا ان الداعي بعد ان بين بعض المطالب التي تتعلق برحمة الله تبارك وتعالى وان الله تعالى امهل وان الله سبحانه وتعالى انعم الآن يريد الداعي هنا ان يبين نقطة مهمة وقد تطرقنا اليها بشكل مختصر فيما سبق الآن وهي ان الايمان لم ينسلخ من العاصي يعني العبد في الوقت الذي اذنب لكن بعض الثوابت لم يتخلى عنها في الوقت الذي هو عصى لكن هناك ثوابت بقي محافظ عليها سبب المعصية لم يكن هو قد انكر هذه الثوابت وانما سبب المعصية وجود مغالبات بينه وبين ما سنبين وهذه نقطة مهمة وان شاء الله تعالى الفقرات القادمة ايضا تؤكد هذا المطلب فحواه ما هو العاصي بالنتيجة اخطأ هناك قوانين وضوابط وضعها الله سبحانه وتعالى لنا جميعا هذا العاصي قد اخطأ قد تجاوز الحد قد سجلت عليه هذه الخطيئة لكن هو يريد ان كأنه يستعد او يبين ان بعض الامور هي مصادر قوة عند الداعي وهذه مصادر القوة بالنسبة ترجع الى الله تعالى الداعي بما هو وهو ضعيف الهي انت القوي وانا الضعيف واذا يستمد قوته من الله تعالى سيكون قويا هذه الثوابت سجلها الامام عليه السلام مقدمة الى انه سيكون ما هو سبب المعصية وهذه الثوابت اربعة اننا وقفنا عليها فيما سبق لكن نريد ان نؤكد المطلب هنا في الوقت الذي هو عاصي والعاصي قد انجرف امام الخطيئة لكن الى الان هو مالك ازمة نفسه مع كون عصى يعني ملتفت الى انه هو ما فعل يريد ان يبين ان بعض المصادر القوة لازلت املكها مع اني اخطأت وسبب الخطأ سيبين ايضا سيبين الذي هو ايضا حالة من الاستعطاف الى الله تبارك وتعالى لاحظ ما ذكرنا سابقا اولا قال الهي لم اعصك حين عصيتك يعني اثناء العصيان بتعبير المناطق ممكن سميها القضية الحينية يعني انا اتكلم حين العصيان لاحظوا لا قبل المعصية ولا بعد المعصية وجاءتني التوبة لا وانما اثناء ما كنت اعصي حين المعصية انا ملتفت ان بعض الاشياء لم افقد تارى الانسان قبل المعصية هو بكامل وعيا وملتفت ماذا يفعل وتارى بعد المعصية تاب وايضا يتعامل مع الموضوع معاملة التائب عن المعصية نحن نتكلم اثناء المعصية هاي نقطة مهمة يعني حديثنا الان حين المعصية يقول لم اعصك حين عصيتك يعني اثناء فعل الذنب اثناء فعل المعصية يثبت اربعة اشياء شيء الاول يقول لم اعصك حين عصيتك وانا بربوبيتك جاحد جاحد يعني ناكر يقول اثناء المعصية انا لم اجحد الربوبية فلا زلت معتقدا اثناء المعصية انت ربي انا لم اخرج من سلخ الاعتقاد والايمان هاي نقطة مهمة يستفيد من هالداعي هذا واحد قال ولا بامرك مستخف انا لست من الذين يستخفون بالاوامر لا يبالون بها انا لست من هؤلاء وانما انا ملتفت ان امرك لابد ان يطع ونهيك لابد ان انتهي له هذا هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة ولا لعقوبتك متعرص انا عندما عصيتك لم اقول ولم اتعرض لعقوبتك اقول افعل بما تشاء انا لا اخاف مثلا لم يصدر منه هذا المعنى انا للعقوبة غير متعرص زائد ولا لوعيدك متهام انا لم اتهام عن الوعيد والوعيد هو حالة من التهديد انا لا خائف لازلت عندما اثناء المعصية انا اخاف الله تعالى اثناء المعصية انا غير ناكر لوحدانيتك لربوبيتك انا اثناء المعصية غير متعرض لعقوبتك اثناء المعصية انا غير متهاون بما تقول فلا زلت انا املك عقلي وانا متوجه انا متوجه اذا بعض الثوابت التي لا اتنازل عنها هذه النقطة ارجو ان يعني هواي نلتفت لها لا اتنازل عن هذه الاشياء لان اذا تنازلت عن هذه الاشياء مع ذلك انا خرجت من الايمان ونحن قلنا سابقا الايمان شيء والعمل الصالح شيء اخر الايمان يجتمع مع الفسوق مؤمنون فاسق لماذا؟ لان الفسق عند الجوارح والايمان في الاعتقادات الجوانحية هذا مطلب وهذا مطلب فيجتمعا لان موردهن يختلف الفعل والمعصية عبارة عن فعل خارجي هذا الفعل الخارجي فيه جهتان تارى يفعل الفعل الخارجي وهو ناكر لوحدانية او لربوبية الله تبارك وتعالى هذا مطلب وتارة يفعل الفعل الخارجي لكن لضعف هذا سيئتي فهذا الداعي يريد ان يقول انني لازلت موحدا ولازلت خائفا منك ولازلت انا اراقب نفسي لكن لماذا عصيت النكتة المهمة هذه لماذا عصيت لم يعصي لانه قد خرج عن التوحيد خرج عن الربوبية لم يعصي لانه مستهزئ والعاذ بالله بعقاب الله وذكرنا في حاضرة السابقة فقهاء ذكرون قضية في مسألة من شرب الخمر مثلا تارى يشرب الخمر ويعتقد ان الخمر حرام فاثناء تناول المسكير اذا يسأل يقول الخمر حرام لكني انا عاصي وتارى يتناول الخمر يراها حلال مستحل لها هذا الثاني باعتبار شرب الخمر من الاشياء الضرورية شرعا معروفا ممنوعة فقد يكون هذا ناكر الضروري قد يكون حد القتل اما الاول وانما هو حد مثلا حد الجلد مثلا العقوبة التي تكون لمن يشرب الخمر فالمسألة الاستحلال اصعب من مسألة الارتكاب وهو يراها حرام لم يخرج من التوحيد لم يخرج من الاحتياج الى الله تبارك وتعالى اعتقادا هنا الداعي يريد ان يثبت هذه الاشياء الاربع السؤال اذا الربوبية غير ناكر لها عقوبة غير مستخف لها ولا متعرض لها اذا لماذا عصيت هنا تبدأ عملية ثانية عملية الغسل عملية التنقية عملية الاعتراف انه المجبات الى المعصية اجموعة اشياء بعض هذه الاشياء هو اني لم استفد من بركات سترك علي اتخذت هذا الستر وسيلة الى ان اذنب بدلا اخذ وسيلة الى ان اتوب اخذتها وسيلة الى ان اذنب فقط الستر قال لا ليس فقط الستر وانما مجموعة من الصفات هذا احتاج شوية تعيروا لآذانكم بشكل دقيق يعني المطالب مهمة لاحظ لكن هذا اللكن استدراك استدراك عن ما سبق بمعنى انه انا لا برببيتك جاهد ولا لعقوبتك متعرض ولا ولا اذن السؤال بماذا عصيت قال لكن سبب المعصي اولا خطيئة عرضت اختفت خطيئة عرضت تهيئت هذه الخطيئة تهيئت ولا يوجد احد يراني وبيني وبينك فقط اختفت ونفسي بدأت تسول لي وسولت لي نفسي تسويل معنى سولت نفسي يعني زينت لي اقرأ فقرات ارجع سولت نفسي زينت لي وغلبني هواي واعانني عليها على المعصية او على نفسي شقوتي وغرني سترك المرخى علي هذه اشياء كانت مشجع لي على المعصية دون الاشياء الاولى اللي فيها خروج عن الايمان انا لم اخرج عن الايمان لماذا عصيت نأتي للفقر الاولى يقول خطيئة عرضت الخطيئة يعني بارتكاب تكون خطيئة قبل الارتكاب يكون عبارة عن نهي او امر لم افعله بناء على ان هذا ايضا خطيئة بعد ان فعلت تحققت الخطيئة في حقي فيطلق علي مخطئ او يطلق علي لقد ارتكبت الخطيئة يطلق علي عاصي يطلق علي مذنب طبعا هاي الالتفاتات يعني هاي الاطلاقات الها وضح يعني يسمى ذنب يسمى خطيئة لا نتكلم بالتفاصيل المصطلح لكن كل واحدة منها لها جزاء فهذه الخطيئة عرضت لسبب من الاسباب عرضت انا ذهبت اليها برجلي اصدقاء السوء الشيطان بالنتيجة تهيئت هذه الخطيئة هذا النقطة الاولى نلتفت ثانيا بدأت هناك حالات مشجعة على الخطيئة اول شيء بعد ان عرضت هذه الخطيئة جاءت النفس سولت لي زينت لي هذا الفعل امير المؤمنين عليه السلام في بعض كلام الشريف يتحدث عن الاصدقاء او عن الاخوان قال الشر الاخوان من زين لك معصية الله يعبر عنه الشر الاخوان هو في الوقت اللي فيه تجاوز على الله تعالى النفس تقول هذا امر زين هذا امر حسن هذا امر لا بأس به بل اكثر من ال لا بأس به الامر الذي تهفو اليه النفس كأن يتلاءم مع نفسي الانسان يحب الزينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا الانسان بطبيعته يحب الزينة فهذه المعصية هناك نفس سولت لي زينت لي هذه المعصية حقيقة المعصية اخواني حقيقة المعصية فيها نظر دقيق وفيها نظر ظاهر نظر الظاهر ان الانسان يرتكب المعصية وقد يشعر ببعض الالتدادات الامر الدقيق جدا ان هذه المعاصي لها روائح وروائح مقززة بعضها يقول رائحة الذنب رائحة نتنا طهروها بالاستخفال ويبدو لمن عند ارتباط مع الله خاص فعلا الذنوب لها روائح كرية نعم نحن لم نتهيأ لأن نشمها حقيقة يعقوب عليه السلام بين وبين يوسف مسافة قال اني لأشم ريح يوسف هذا نبي وهذا نبي يوسف فعلا له رائحة زكية لكن ليس كل احد يستطيع ان يشمها لابد ان يكون له استعداد ان يشم رائحة يوسف النبي صلى الله عليه وآله رائحته من اسكر روائح لكن ليس كل احد مستعد ان يشم هذه الروائح بالمقابل روائح الذنوب روائح منتنة يبدو لها نظر حقيقي احنا ليس لنا قدرة على ان نشمها الملائكة تتأذى لان الملائكة هذه الامور غير محجوب عنها فتتأذى من روائح الذنوب بعض بعض الافعال الانسان لو نصبت مثالا ملائكة لا تدخل اجل الله السلام لو جاء بكلب ملائكة لا تدخل هذه اشياء منفرة قد الانسان يأنس بالكلب ويرى ان هذا الحيوان جدا اليف ويأنس معه ولا يفارقه لان لا يستشعر واقع هذه المخلوقات هذه الذنوب عندما تسكم الانوف بها تسكم حقيقي نحن ليس لنا قدرة على ان نشم ف نرجع للمطلب الذنوب النفس غير مستعد الى ان تفهم تزين تسول هذه النفس المعصية تجعل المعصية كأنها امرا كأنها امر ذو ماذا رائحة طيب لذيذ النفس تميل الى الامور الجيدة الزينة كأن بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله مع مجموعة كان مر على جل الله جيف عليها كلا قال من اراد الدنيا هذه الدنيا هذا التعبير ليس تعبير مجازي لأن واقع المقدار الدنيا بقياس الى الاخر لا شيء الآن مثلا نحن نقول مئة سنة كثير علينا مئة سنة لكن مئة سنة بالقياس الى خلود ابدي القيمة ليس لها قيمة كما مثلا الان بحر بحر ما شاء الله بمد البصر ويأتي طائر يأخذ بمنقار مقدار من الماء قياس الى البحر أي قياس مع الدنيا هكذا نظرتنا الى فلسفة الدنيا قاصرة تغيب عنا بعض الاشياء الدعاء هنا يريد ان يبين بعض الدواعي التي جعلتني ان اعصي لكن انا محتفظ بالثوابت مع ذلك اخطأت موجبات الخطأ ما هي الان نقطة الاولى قلنا خطيئة عرضت تهيئت رقاب لا توجد من اخرين قد اني احتشم منهم فعرضت في فرصة لا بد ان انقض عليها ثم جاءت النفس زينت لي هذه المعصية هذا امر جيد انت شاب مثلا يبدأ التسويل الى ان الانسان يباشر المعصية على اي نوع من انواع المعصية والنفس يتميل مع ما تريد نقطة ثالثة هذا قلنا نلتفت قال وغلبني هواي ما التعبير في منتهى الدقة المغالبة غلبني هواي قطعا الغلبة لا تأتي الا مع اثنينية فاكثر فهذا الهوى الميل استطاع ان يغلبني استطاع ان يصرعني انا كنت اعتقد انني استطيع ان اغلبه بحسب بحسب تربيتي بحسب معتقدي بحسب ما اوتيت من منعة لكن كان الهوى اغلب مني وتعبير الهوى عادة الامور التي لا تحب مصلحة الانسان مخالف العقل من اتخذ اله لاحظ الهه هوى ينقاد له فاذا غلب الهوى نحتاج ان نقف عند هذه الغلبة تارة الهوى يغلب في وقت المعصي يحاول ان يدفع نفسه يمنع نفسه لا يستطيع وتارة على طول الطريق هو مغلوب للهوى على طول الطريق الانسان ليس عنده فرصة ان يراجع نفسه دائما الهوى يغلب وهذه المسألة اخواني ضوابطها متعددة كيف الهوى يغلب بعض القواعد الكلية تنفع الانسان في المنعة مثلا في حادث الى ام عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله هناك قاعدة النبي اسسها قال حب الدنيا رأس كل خطيئة مش لحظة حب الدنيا رأس كل خطيئة فجعل هذا المقياس هو الاساس بعض الذي يا الهي اخرج مني لعل فيه دعا بحمزة نفسه اخرج من قلبي حب دنيا دنيا المقصود من حب الدنيا هو حب الدنيا الذي لا ينتج الا الخسران والوبال مو حب الدنيا الذي هو مزرعة للآخرة ولذلك احنا فيه كما قلنا قبل فترة الانسان يدعو الله دائما ان يطيل عمره هذه دنيا لكن هذا العمر كلما زاد كلما كسب فيه الانسان بعض الحسنات والتوفيقات فالدنيا بما هي طريق للآخرة قطعا مطلوب بما هي هي الانسان يقصر نظر على الدنيا لا شك ان فيها وبال فيقول غلبني هواي بعضهم هكذا يقول يعني في يقول هكذا قل انا مذنب انا مخطئ انا عاصي اتحدث عن نفس مع الله ماذا يقول ماذا يقول يقول هو راحم هو غافر هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ثلاثة مني وثلاثة منهم أنا أنا مذنب أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي يقول قابلتهن ثلاثة بثلاثة ثم ماذا يقول فالتغلب أوصافه 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 بالنتيجة هذه الحال يجعل الإنسان يعترف لكن لابد يفتح نافذة وهذه النافذة هي نافذة المغفرة لابد أن أعترف الداعي الآن في مقام أن يعترف قال غلبني هواء ثم لم ينتهي المطلب قال وأعالني عليها شقوتي شقوة خلاف السعادة هذا مبحث في غاية الأهمية أطعا لا نستطيع أن نعرض له بتفاصيل شقوة غلاب خلاف السعادة هذا الشقي وهذا سعيد لكن الشقوة عادة لأن نسبت لي معنى ذلك أنا أتحمل خلاف ما سيأتي سيأتي إن شاء الله وصف آخر لاحظوا الفرق أنا أتحمل الشقوة الشقوة هي عملية الاستعداد للمخالفة هذا عملية الاستعداد للمخالفة مثلا قضية ناقد صالح ناقد صالح جاءت خير لهم وهذه أمة ولها يوم ولها ولهم يوم وهذا الشرب الناقة لا يؤثر على شرب القوم لكن أضمر هذا الشقي قدار أو غيره أنه عبر عننا أشقاه قتل واقع القضية ليست أماما يعني لا تضرهم لكن حالة لكن حالة الشقوة وحالة الاستعداء أمير المنين عليه السلام الذي هو رمز الكمال وصل به الحال على أنه كلام كلام النبي صلى الله عليه وآله لا يسمع وكل ما جاء بجهة من مطلب خرجوا عليه بمطلب وللإنسان يعني لا يحب الموت إلا إذا كان هناك شيء يجعله يتمنى الموت فيعبر عنه متى يبعث أشقاه تعبيرا متى يبعث يعبر عنه أشقاه في المؤمنون أظن في صورة المؤمنون بعض الآيات الشريفة إلهي غلبت علينا هكذا يقولون شقوتنا وكلنا قوما ظلي هذا التعبير تعبير قرآني أن الشقوة تغلب الإنسان يعني تقود إلى أنه لا بد أن يخالث لا بد أن يعصي لا بد أن يبتعد عن الحق فإذا لاحظوا الظروف إذا هي معصية عربت خطيئة عربت وأيضا النفس سولت زينت هذه المعصية والهوى أصبح هو الغالب لا عقل له أثناء المعصية هو هو الغالب ثم جاءت هذه الشقوة قال وَأَعَانِنِي عَلَيْهَا شِقْوَةِي ثم قال لاحظوا هذا الوصف قال وَغَرَّنِي سِتْرُكَ الْمُرْخَ عَلَيَّةِ غَرَّنِي معنى استدرجني خدعني غررته يعني خدعته أملت به إلى الباطل كما في اللغة هكذا تضبطها تجعل خديعة ما هو الشيء الذي غرَّنِي يقول سِتْرُكَ ثم الطاوصف قال سِتْرُكَ أَلْمُرْخَ أَلَيْهِ سِتْر حجاب حجاب الآن الحائط ما بعد الحائط هذا سِتْرٍ عَمْ برَعْنَهِ لا أرى شيء قل الله سبحانه وتعالى هذا السِتْر دائماً جعله مرخى يعني لا يراني أحد شك تفتولي لا يراني أحد أنت ساترني هذا السَّتْر للمطيع يحمد الله تبارك وتعالى عليه ويأنس به لأنه سيرتبط بالله تبارك وتعالى وأحد السواتر هو الليل ولذلك الصالحين كانوا يأنسون بالليل ووحشته يأنس به لماذا؟ لأن لا يطلع عليه أحد أصلاً يرتبط بالله تعالى مجال للرياء لا يوجد لا يوجد أحد حتى أراء أمامه الصالحون يأنسون بهذه الأشياء أن الله تعالى الآن حجبك عن الناس وكفى بالليل كما قلنا ساترن فالإنسان يشمر عن ساعده ما استطاع أن يقترب من الله فليفعب المذنب على عكس هذا الجانب يستغل الستر المرخى للذنب يقول هذا أعالني عليها يعني جعلت أنا جعلت هذا الستر المرخى العفو غرني جعلت هذا الستر المرخى حالة من حالات الخديعة يعني انخدعت خدعت خدعت طبعا إذا أريد نعرف الجملة نعرفها كالتالي غر فعل ماضي وغرني مفعول أنا سترك هو الفعل يعني غر يعني غر سترك المرخى إيايا غر سترك المرخى إيايا فكيف فالستر هو الذي يخدع الستر لا يخدع إشارة إلى أنني لم أقدر هذه الحالة التي أنت أعطيتني إياها خصوصا إن الله تعالى ستار العيوب يعني الله دائما يستر فإذا في الحالة الأولى سترني أتجرّ لحظة أتجرّ على أن أذنب ثانية فغرني هذا الستر كأنه كأنه هو الذي جعلني أنا أرتكب المعصير لكن الستر من باب الرحمة من باب عدم الفضيحة أنا لم أستثمر هذه فأنا أنسب الستر كأن الستر هو الذي جعلني الستر لا يجرّ لكن لأنه لا يوجد أحد يسمع لا يوجد أحد يرى ولا يوجد غير هذا الستر فهذا الستر إذن شجعني للباطل غرّني خدعني مع أنه سوي في مقام مدح إلى الله الله ستار العيوب ونحن بالدعاء ندعو من الله ستار العيوب مثل قضية الرزق الله تعالى يرزق العبد الله هو الرزاق تقول كثرة المال جعلتني أذنب الصحة الصحة الآن للإنسان رحمة يستعين بها على أموره أقول أنا فتاة وقوي وهذه القوة أعطيتنيها أنا أستعين بها على ذنب ولذلك مرعدنا بعض المقطع في سورة ياسين اليوم نختم لاحظوا على أفواههم وتكلمنا أيديهم هذه أيدي قوة منعا تشهد عليهم أرجلهم بما كانت هذه كلها أشياء الله تعالى أعطاها للعابد حتى يتوكل عليه حتى يتوجه إليه نحن هذه الأشياء جميعا نستغلها في معصية الله تعالى بعض الأدعي الله هو يرزق ونحن نعبد غيره الله هو يرزق نحن نعبد الشيطان الله يعطي ونحن نذهب إلى غيره هذه المعادلة أخواني معادلة نتيجة المعصية يعني هذه المعادلة معادلة مخطوئة بسبب العصيان لكن واقعا موجودة ليس كل شيء موجود يعني صحيح معصية موجودة موجودة الصحيح هو أن الإنسان يلتفت إلى أشياء كثيرة يريد أن الله سبحانه وتعالى يهيئها يهيئها لكن العبد يستفيد منها استفادة أخرى لو الآن أحصينا بحسب يعني اعتقادنا بحسب اعتقادنا لو أحصينا الآن نفوس الكرة أرضية بحسب اعتقادنا وبحسب ما جاءت به الكتب وبحسب ما جاءت به الرسل كم شخص تجده بعيد عن التوحيد نترك الآن الديانات التي هي منسوبة إلى الله تركنا التوحيد أشبه بقضية ما قبل الألف سنة ألفين سنة بسبب ماذا معنى الله الطعام هو القوة وهو المنعة وهو العقل وهو كل شيء لكن مع ذلك غيره يعبد طبعا هذا كما قلنا لا يضر الله سبحانه وتعالى شيء إلهي لا تضرك معصية من عصاك ولا تنفعك طاعة من أطاعك أنا أتكلم عن فرصة الإنسان مرة واحدة في هذه الدنيا ولذلك أخواني هذه الأدعية في منتهى الأهمية تحليل نفسي في مسألة النوم لولا الإمام يتكلم حتى المعصي العاصي الحقيقي لا يستطيع أن يعبر عن مكنون دواخله بهذا التعبير لكن عندما يقرأ يقول نعم صحيح مكنون ما في داخله لا يستطيع أن يعبر بهذا التعبير هذه الأشياء المجبات جعلتني أنا أعصي وأنا في مقام ماذا أريد أن أطلب الشفقة من الله تعالى أطلب الرحمة من الله أطلب المغفرة من الله ولاحظوا القرآن الكريم عادة يستعمل اللفظة المزدوجة بين صفتين وبين اسمين له غفور رحيم ما أحوجنا فعلا إلى هاتين الصفتين دائما في القرآن لاحظوا أنه غفور رحيم ما نحن محتاجيها أن الله يغفر ويرحم هنا من باب زيادة بالتعلق زيادة بالتملق إلى الله تبارك وتعالى إذن ثبتنا شيئين إلى الآن الشيء الأول أنا أعترف بأني عاصي لكن بعض الأمور أنا أحتفظ بيها ما خرجت عن الإيمان لا الربوبية أنا جاحد فيها ولا متهتك أمام عقوبتك أنا أقر لا أقوى على عقوبتك كيف أنا أتعرض له أنا عبد هذا محافظ علي هذا المقدار هذا ينفعنا لكن في نفس الوقت أبين مبررات المعصي فذكرت مجموعة من الأشياء ولذلك أخواني يكره أن الإنسان يبقى وحده في أمور أن يبات أن يسافر وحده أن يأكل وحده مكروه هذه الأشياء عندنا أنا لا أقول هذا هو السبب لكن الإنسان إذا بقى وحده يتجرى يتجرى النفس تأتي والتسويلات الشيطان ويرتكب معاصي لا يجرى أن يرتكب أمام الآخرين وتقدمت فقرة سابقة قلنا فيما مضى يعني لا لأنك أهون الناظرين إلي حتى أيضا تلك الفقرة يدافع الإنسان عن نفسه أنا لم أعصي لأنك أهون الناظرين إذا إنسان يجعل الله أهون الناظرين خرج من التوحيد لكن أيضا الستر وكونك أحلم وكونك ستار هذه الأشياء جعلتني أنا أعصي بالنتيجة لاحظ أخواني إذا هذه عبارات مدح أيضا هذه العبارات أيضا عبارات مدح لأنها من الصفات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى وهو الذي يستر علينا قال وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك أدي بعد كم دقيق فقد عصيتك على نحو الفعل الماضي تمت المعصية وخالفتك أيضا على نحو الفعل الماضي فتمت المعصية والمخالفة بجهدي الآن أنا سأكون وحدي لاحظوا التمهيد ثبتنا المعصية الآن لكن طلحنا مبرر مبرر ما يعفين من المعصية أنا معترف المعصية وقعت لكن أنا طلحت مبررا وهو هذه الأشياء الثلاثة الستر والشقوة وتسويل النفس هذه مبررات المعصية فالآن تمت المعصية أرجع هذه الأشياء لا تسلب إرادتي هذه الأشياء التي ذكرتها ما تسلب الإرادة فإذن أنا لازلت أنا أملك الفعل ممكن الفعل أضعه هنا ممكن الفعل أضعه هنا ولذلك طرحت في العصور ما بعد النبي صلى الله عليه وآله نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي طرحت أفكار في علم الكلام الآن إذا تدقق بها تلقى هذه الأفكار غريبة عجيبة لكن إغذت مساحة هائلة من الفكر الإسلام في أن هذه الأفعال تصدر مني أنا مجبور عليها أو أنا مختارة لها وتفرقت نظلات الجبر والتفويض وإلى آخره أمر وجداني أنا مسؤول عن فعل قضية هاية بديهية لا تحتاج إلى مزيد برهنة لكن كثرة الإشكالات تجعل الآخر يتصدى في سبيل البيان العبارة هنا يقول الآن عصيتك ما الذي عصى أنا فاعل المعصية عصيت تا الفاعل خالفتك من المخالف تا الفاعل أنا الآن المعصية أنا فاعل المعصية المخالفة أنا فاعل المخالفة ثم ماذا قال؟ قال بجهدي بقوتي بطاقتي هذه الأشياء أنا فاعلتها انتهينا من الاعتراف ترتيبنا الأربعة الأولى حتى أنا أثبت عندي خط رجعة بعدني مؤمن لكن أعطيت مبررات المعصية الآن تمت المعصية تمت والمخالفة تمت وبقدرتي أنا قدرتي أمام الله شنو؟ أستطيع أن أمنع العقوبة إذا نزلت أمنعها أستطيع أصلا يوم القيامة بعض الناس كذب يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين الله تعالى يقول أنتم مشركين لماذا يريد أن يدفع أمر ليس سهل أمر ليس سهل أن الإنسان يوم القيامة عندما يشاهد النار يحاول أن يدفع هذه عن نفسه الآن الداعي بعد أن حصل الذي حصل قال لاحظوا فقد عصيتك وخالفتك بجهدي نأتي للحساب فالآن فالآن من عذابك من يستنقذني هذه يحتاج لها شوية يعني صفنة حقيقية قال فالآن من عذابك من يستنقذني هل يوجد أحد؟ حقيقة حقيقة إذا يوجد أحد يستنقذن من النار مستقل لازم رب يعبت هذا يوجد أحد يستنقذن من الله تعالى الله يقول أنت تعذب هذا جهة لمن يقول لا لا تخاف أنا أستنقذك منها الله يقول يعذب يقول لا لا يعذب هل يوجد أحد؟ لا يوجد أحد يقول الشفاعة الشفاعة الله أذن أنا أتكلم عن الاستقلالية والإمام عليه السلام يبين الآن من من الذي يستنقذني هاي نقطة الأولى سؤال استفهام معروف مو استفهام حقيقي الاستفهام الحقيقي يعني أنا أطلب الفهم معنى الاستفهام أين الطريق؟ فعلا أنا لم أستدلع الطريق استفهام حقيقي تقول من أخذ الجانب الأيمن وهناك استفهام استنكاري الله يعلم بيد موسى ما هو إلى معنى الله يقول له ومات الكبير منك يا موسى الله يريد يقر يا موسى هذه عصى موسى يقول يقول هذه عصاي أنت تعترف أنها عصى نعترف أنها عصى سنجعل هاجة بعض الأسئلة مو أسئلة حقيقية الله لا يعلم الإمام عليه السلام أيضا الآن من يستنقذني ليس عندنا حالة نريد أن نصرخ من يستطيع أن يستنقذ من الله لا ملك لا نبي بلا إذن الله سبحانه وتعالى لا أحد يستنقذنا من الله تعالى هذه النقطة الأولى ثانيا قال و لاحظوا وَمِنْ أَيْدِ الْخُصَمَاءِ غَدًا مَنْ يُخَلِّصُونِي الخلاص يعني حالة أيضا استنقاذ فصل يعني الآن هذا خلاص لم يبقى بشيء متعلق خلاص الإمام عبر عن الخصماء من الخصماء وَيْلٌ لِمَنْ كَانُوا أو كانت شفعاؤه خصماء الخصيم بالنتيجة يعني عدو هذا خصمي هذا خصمي وهذا الخصم يطلبني حتى أكون خصمي فَمَنِ الَّذِي يُخَلِّصُنِي مِنَ الْخَصِمِ إِذَا طَالَبَ بِحَقِّهِ مِنِّي خصوصا وَلْعَذُ بِاللَّهِ إِذَا كان خصمي هو الله تعالى هذه حقوقي يقول أنت لم تلتزم أنت عبد صغير بسيط لا تملك لنفسك نفعاً ولا ضرّاً تعالى الآن بين يدي تُطالب بالحقوق أين حقي؟ أين حقي؟ خصيمك الله والعاذب ثم إذا كان الله التفتول الله خصيمة قطعاً الأنبياء جميعاً خصماء إلى أما جميع خصماء المؤمنون خصماء ما يمكن أن الله خصيم ونحن نقول لا يوم القيام الموازين تختلف الآن هنا ممكن الإنسان يقول أنا سلم لمن سالمكم لكن عملياً هو خلاف ذلك حرب لمن حاربكم لكن يداهن يمكن بالدنيا ضيع أما يوم القيام الموازين غير عمل فضلاً عن خصوماتنا الدنيوية التي فيها حقوق وفيها أخي وفيها أخذ غيبة وفيها هتك ولذلك هذا الشهر المبارك أخوان واقعاً عملية تصفية إنسان لعله بداخله يعترف بل الإنسان على نفسه بصيراً ولو ألقى معاذيراً وفي الإنسان على نفسه بصيراً هل أنا ظلمت فلان؟ أنا أعلم أني فعلاً ظالم الآخر يقول لا أنت لم تظلم هو الظالم لكن أنا بداخلي أعلم أني أنا الظالم أنا تعديت على مال تعديت على حقوق تعديت على سمعة وهكذا هذه كلها ستظهر يوم القيامة قصة سيد هاشم الحطاب تنقل وسيد هاشم فدرج العالم واقعاً معروفة قصة حطاب لقب حطاب لأن كان يحتطب ويعني يدرس يبيع الحطب ويدرس هو فعلاً عالم الرجلياً لا ألفد بعضهم كان يشتكي من مسألة مثلاً سلب الحقوق ولا يعتني بها يبدو هو مر بحالة من الحالات والتاريخ يعني انقل قصة يقول احنا شاهدنا الأثر اللي فيه مثلاً مسك لحم من القصاب مسكه بيده مثلاً مات برأت ذمة قل في عالم الرياجة وجدت وكأن القيامة قامت وأراد بعضهم استنجد بي وإذا هذا من أهل النار وجدته من أهل النار قلت أنا لا أملك لك شيئاً يعني نضمن القصة أنا أختصرها يعني فأراد فقط أن أهدئ منه أهدئ العذاب الذي هو فيه وأنا أريد أن أعبر الصراط وهذا أماني يقول طلب مني شيئاً واحداً هو من أهل النار يقول قال هذا أطلبك شيئاً وهذا الشيء إذا لم توفي لا أمنعك أنا من الصراط حقي أريد حقي ما هو حقي أنا أريد أن أعبر وهذا فيه جهنم يبدو ذاك الشخص ليس فيه أيضاً مطمع للخير لكن يتشبث بالحق بعد بالنتيجة نار جهنم والعذاب الشاهد يقول قال لي أريد منك شيئاً وهذا أنا أصبع أبريلك الذمة إذا أنا أخفف أخفف النار أصبعي في جسمك تتفضل فقط أريد أن أعبر يقول وضع الأصبع فيه صرخ صرخة بحيث يعني استيقظ من النار كشف رجلة وجد أثر في رجلي قال مشهورة قصة مشهورة طبعاً هذا التعبير نحن والآخرة صور القرآن صور ليست صور خيالية صور حقيقية إنسان إذا أدركته الشفاعة نجا لكن في نفس الوقت الإنسان عليه أن يخاف الله تعالى أدخل شفاعة النبي والآل وكيداً يعني إلى مصالحهم أعلم بهم لكن مطلوب من الاستقامة قدر المستطاع شهر رمضان المبارك أيام الأعياد ذمم في حقوق الآخرين لا تبقى قدر المستطاع أقول قدر المستطاع الإنسان يدعو الله تعالى أن يجعل أيام دائماً هي أيام في طاعته وإن زاغ فيه البصر أو زلت به القدم يرجع يستغفر الله سبحانه وتعالى فهذه الفقرات أخواني مهمة جداً في الوقت الذي قلنا ننخص المطلب أن حافظ على مجموعة أمور أربعة بيّن موجبات المعصية الآن وصلنا إلى حالة الجزاءات جزاءات من يملك شيء كيف يتخلص العاصي الآن من النار ما هي الوساء الذي ستفتح تمام الدعاء هو إن شاء الله يجاوبنا على هذه الأسف نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتزديد بمحمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رم العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر